السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ معاً درس جديد في قناة الدروس المصورة وهو درس تداخل مصدر مزدوج سوف نتناول هدفين الهدف الأول يميز بين نوعي التداخل محيث هو فرق المصار والهدف الثاني يحسم قيمة فرق المصار ثم يبين أيضاً نوع التداخل هذه الموجة أحبابنا التقت مع موجة أخرى في نفس الموضع وفي نفس الاتجاه كلاهما تحرك لأعلى جهة القمة كنا نقول أنه لا يوجد فرق في الطور والآن هل يوجد فرق في المصار؟ لا إذا بدأت من نفس النقطة وتحركت في نفس الاتجاه فرق الطور بصفر وفرق المصار صفر والتقت هنا قمة مع قمة فكنا نسميه تداخلاً فلنا أن أحسنتم وهنا تزداد المحصلة وتزداد السعة والطاقة لنرى كيف يكون هناك فرق في المصار هذه الموجة التقت مع موجة أخرى ولكنها تأخرت عنها بمقدار موجة كاملة قمة وقاع إذن يوجد فرق في المصار مقداره لمضة والتقت القمة مع القمة فلا يوجد فرق في الطور فرق الطور صفر فرق المصار دلتا إلي إكوى اللمضة وهذا إذن تداخلاً بناءاً وتزداد المحصلة هذه الموجة تداخلت مع موجة أخرى متأخرة عنها بمقدار أحسنتم موجتان يعني تو لمضة هذا هو فرق المصار وفرق الطور لا يوجد لأنها قمة مع قمة وتداخلاً بناءاً تزداد المحصلة كيف يكون التداخل الهدى من حيث فرق المصار هناك فرق في المصار مقداره نصف موجة قمة فقط بمعنى لمضة على اثنين هي فرق المصار والتقت قمة مع قاع يوجد فرق في الطور مقداره باي فرق الطور باي لأن القمة مع قاع فرق المصار مصف رمضة لأن الموجة الثانية تأخرت عن الأولى بمقدار قمة فقط وهذا تداخل انهى الداماً وتنعدم المحصلة والسعة هذه الموجة التقت مع موجة أخرى متأخرة عنها بمقدار نصف لمضة نصف لمضة نصف لمضة يعني لمضة ونصف أو نقول ثلاثة على اثنين لمضة هذا هو فرق المصار وفرق الطور قمة وقاع إذن فرق الطور مقداره باي أحسنتم وهذا تداخل انهى الداماً وتنعدم المحصلة لنرى شكلاً آخر أو تعبيراً آخر للموجة نعبر هنا عن الموجة بالشكل الذي أمامنا وهذا الشكل أحبابنا يسمى تعبيراً بجبهة الموجة جبهة الموجة عبارة عن خطوط متصلة تسمى القمة وخطوط مقطعة تسمى بالقاع يبقى عبر عن القاع بخط مقطع والقمة بخط متصلة كيف أحدد فرق المصار عند نقطة معينة هذه النقطة التي أمامنا وهي نقطة X أذهب إلى نقطة X وأحدد نقاط التقاطع مع هذه القمة ثم نحسب نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة والجهة الأخرى هنا التقت X مع القمة التي لها رقم 6 ومع القمة التي لها رقم 8 فرق المصار دلتا L equal L1 minus L2 الرقم الأكبر ناقص الرقم الأسغر الأكبر 8 لمضة تقسيم 2 minus ثانية 6 أحسنتم لمضة تقسيم 2 8 لمضة على 2 يعني 4 لمضة منس ثلاثة لمضة equal لمضة فيوجد هنا فرق في الطور بمقدار لمضة وهذا التداخل أحسنتم تداخلا بناء إذن ما هو فرق المصار فرق المصار هو فرق في المسافة باقتصار بين بعد هذه النقطة عن مصدر الموجة وبعد هذه النقطة عن مصدر الموجة الأخرى أنواع التداخل البناء والهدام هذا هو الرسم كما اعتدنا قمة مع قمة بناء قمة مع قاع هدام المحصلة تزداد في البناء وتنعدم في الهدام شروط فرق المصار بالنسبة للتداخل البناء والهدام التداخل البناء أن تكون دلتائل رقم صحيح مضروب في لمضة يعني 1 لمضة 2 لمضة 3 لمضة 4 لمضة أو 0 الشرط في التداخل الهدامة رقم صحيح أيضاً لكن بلاس نص 0 ونص يعني نص 1 ونص 2 ونص 3 ونص وهكذا هذا يسمى تداخلاً هداماً شرط فرق الطور إذا لم يوجد فرق في الطور قمة مع قمة أو قاع مع قاعب التداخل البناء إذا وجد فرق في الطور بمقدار باي هذا تداخلاً هداماً ننتقل إلى تقويم الهدف الأول ما نوع التداخل اعتبر أن الخط المتصل قمة والخط المقطع قاع واذهب إلى نقطة واحد ها هي خط متصل مع خط مقطع إذن هذا تداخل أحسنتم هدام قمة مع قاع اثنان مقطع مع مقطع يعني قاع مع قاع أحسنتم بناءاً ثلاثة متصل مع متصل يبقى قمة مع قمة أيضاً تداخل بناء وبرك الله فيكم أرجو منكم إيقاف الفيديو وحل هذا السؤال بمفردكم ثم نعود احسب فرق المسار عند النقطة واحد عند النقطة واحد أنا أعيز أحسب فرق المسار قانونها L1-L2 وأذهب إلى النقطة واحد ساذا اتفقنا إذا كان لدينا تعبيراً بجبهة الموجة أرقم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لماذا بدأت الترقيم من هنا يا أستاذ نبدأ الترقيم من عند مصدر الموجة أول جبهة مجاورة لمصدر الموجة وأذهب إلى الأخرى هذه مصدر الموجة الأخرى أرقم نقطة واحد التقاء رقم ستة مع الأخيرة في الموجة الأخرى اللي هي رقم حداش يبقى أنا أرجع لقانوني دلتا L الأكبر حداش لمضة على ثنين كل خطي منهم بلمضة على ثنين مينس L2 الموجة أو الجبهة رقم ستة ستة لمضة على ثنين إكوال خمسة لمضة على ثنين وهو تداخل هدام ونتأكد هو التقاء قمة مع قاع أحسنتم تداخل هدام رقم ثنين دلتا L إكوال نفس القانون L1 مينس L2 وأروح إلى النقطة رقم ثنين تداخلت أرى أن أغلبكم قد توصل إلى الحل يا أستاذ لا تداخلا بناء لأنها قاع مع قاع ورقم عشرة مع رقم عشرة لا يوجد فرق في المسار بمعنى 10 Lambda Divide 2 minus 10 Lambda Divide 2 equal 0 وهو تداخلا بناء ما نوع التداخل في الحلات الأتية سؤال بسيط وسهل هل كل يوقف الفيديو نعم أوقف الفيديو ثم أجب إذا كان فرق المسار Lambda أحسنتم بناء 2 Lambda بناء 1.5 Lambda أحسنتم هدام 3 Divide 2 Lambda يعني برضو 1.5 تداخل هدام إذا كان فيه كسر في فرق المسار كسر العدد نص هو تداخل هدام رقم صحيح مضروب في Lambda هو تداخلا بناء ننتقل إلى تقويم الهدف الثاني وهو حساب فرق المسار وندمجه مع فرق الطور أوقف الفيديو للإجابة على السؤال ثم نعود النقطة X التي نريد أن نحسب عندها 1 2 عند الخط رقم 4 من هذه الموجة والخط الأخير من الموجة الأخرى وهو رقم 11 فرق المسار Delta L Equal 1 minus L أتوقع الجميع فعل مثل ما أفعل وهو يقوم نفسه L1 الأكبر 11 على 2 ولكن نقول 11 بلمضة لي على 2؟ لأن كل قمة بلمضة على 2 وكل قاع بلمضة على 2 كل جبهة من هذه الجبهة لمضة على 2 minus 4 لمضة على 2 Equal 7 لمضة على 2 وهو تداخل أحسنتم هدام ما هو فرق الطور؟ لنلاحظ أحببنا هذه النقطة التقت قمة مع قاع الخط المتصل قمة والخط المقطع قاع بمعنى هناك فرق في الطور Delta Phi Equal By وننتقل إلى واجب حلقة اليوم أوقف الفيديو الإجابة على هذا السؤال ثم هذا السؤال وننوه أحبابنا أن هناك واجب على الموقع الإلكتروني اللي M S لابد من حله لجميع طلابنا وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر